أنا بس عايزة أسأل سؤال خارجي في السياسة الخارجية حالك تفضلت أنه المؤامرات اللي بتدور حوالينا سواء في فلسطين أو في السودان أو حتى في الصومال دلوقتي وبحر الأحمر كلها في وقت واحد ومش عارفين سببها إيه هل هي تطور للأحداث وصلتنا لهذه الحالة؟ اللي انت شايفه في العالم كله هو نتاج الحراك ده في حراك عالمي وبالتالي أنت تداعياته أنت تمسك بشكل أبار تداعي اقتصادي أو تداعي أمني زي ما تحب لكن في الآخر التداعيات بتاعة الحراك ده أنت مش بتأثر في مصر بس لا هي من أثرها في الدنيا كلها في العالم كله أوروبا النهاردة عاملة زي النهاردة لو تشوف شرق آسيا واللي بيحصل فيه اليابان والكورياتين وفلبين والصين يعني ده كله هو عبارة عن حراك وانت جزء من العالم ما تداش تنفصل عنه فلو فيه أزمة فيه أسعار فيه مثلا يعني محاولة التأثير على المواصلات بتاعة التجارة دي بيباليها تداعيات اقتصادية والأسعار بترتفع وسلاسل الإمداد بتتعثر زي ما حصلت في 2020 كده مع كورونا طيب مهدالي التداعي ده أنت يعني جالك منه تأثير تأثير سلبي وقدرت تستوعبه لكن كمان بعد ما كورونا مجد التداعي استمر في حاجة تانية بأزمة أخرى الأزمة الروسية الأوكرانية وسلاسل الإمداد بتأثرت بشكل تاني والمنتجات ارتفعت أسعارها بشكل تاني فأنت برضو تأثرت ثم النهاردة الأزمة اللي موجودة أزمة غزة والتداعيات بتاعتها وبنتمنى أن الموضوع ينتهي على كده وما يوصلش به لتداعيات أكتر ونجد أن الموضوع ده بيتجه إلى الشمال في تجاه لبنان والأزمة تكبر أكتر من الواقع اللي احنا موجودين فيه كده عشان نقدر يعني عشان نقدر نستوعب ونقدر احنا بنبسل جهد كبير جدا عشان نحاول نصل إلى وقف إطلاق نار حتى نلملم الموقف الصعب في غزة والرهين يتم إطلاقهم والسجناء يتم إطلاقهم ونخلش في مرحلة جديدة بتاعت الإعمار ما بعد الحرب يعني ده نص الأولان منه يبقى إذا نحن كدولة كجزء من العالم نتأثر بالحراك اللي موجود في العالم لتشكيل عالم جديد ترجمة نانسي قنقر